رسالة يهوذة يهوذة عبد يسوع المسيح واخو يعقوب الى المدعوين المقدسين في الله الابي والمحفوظين ليسوع المسيح لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة ايها الاحباء اذ كنت اصنع كل الجهد لاكتب اليكم عن الخلاص المشترك اضطررت ان اكتب اليكم وعظم ان تكتهدوا لاجل الايمان المسلم مرة للقدسين لانه دخل خلسة اناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينون فجار يحولون نعمة الهنا الى الضعار وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح فاريد ان اذكركم ولو علمتم هذا مرة ان الرب بعدما خلص الشعب من ارض مصر اهلك ايضا الذين لم يؤمنوا والملائكة والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى دينونة اليوم العظيم بقيود ابدية تحت الظلام كما ان سادومة وعمورة والمدن التي حولهما اذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد اخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار ابدية ولكن كذلك هؤلاء ايضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الامجاد واما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر ان يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون واما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون ويل لهم لانهم سلكوا طريق قاين وانصبوا الى ضلالة بالعامة لابل اجرى وهلكوا في مشاجرة قورة هؤلاء سخور في ولائمكم المحبية صانعين ولائم معا بلا خوفا راعينا انفسهم غيوم بلا ماء تحملها الرياح اشجار خريفية بلا ثمر ميتة مضاعفا مقتلعة امواج بحر هائجة مزبدة بخزيه نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام الى الابد وتنبأ عن هؤلاء ايضا اخ نوخ السابع من ادم قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه ليصنع دينونة محفوظا على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع اعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم وفمهم يتكلم بعضائما يحابون بالوجوه من اجل المنفعة واما انتم ايها الاحباب فاذكروا الاقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح فانهم قالوا لكم انه في الزمان الاخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم هؤلاء هم المعتزلون بانفسهم نفسانيون لا روح لهم واما انتم ايها الاحباب فابنوا انفسكم على ايمانكم الاقبس مصلين في الروح القدس واحفظوا انفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الابدية وارحموا البعض مميزين وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوبة المدنسة من البسل والقادر ان يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم امام مجده بلا عيب في الابتهاد الاله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الان والى كل الظهور امين